تحية وسلاما تحية حب وتجييد عهد وشوق كريم صون إليكم أحترامة أستاذ الأفاتارات في كل مكان أسعد الله وقادكم بكل خير نحن دائما وبدلا بنتكلم عن الحاصل في البلد وبنتكلم عن الآلام اللي وصل لها المواطن البسيط وقدامنا الصفوف من الركشات كدامنا الصفوف شباب شير لللايف شير لللايف من الآن شير ما يقطع اللايف شير ما يقطع الكلام ده في أمدرمان بحقه جامعة أمدرمان الإسلامية ولسه الصفدة كده شوفوها دول شنو لسه الصفدة بعيد بعيد جدا يعني وضع مكسف لاحظوا معي لاحظوا أهلا من كل الشباب مرحب صبح مرحب بشير نزار دولار عبد الرحمن عبد الله وحسين حسين محمد عبد الله مرحب بيكم كل الشباب الأفاتارات بيقول ارفع الصوت حب حاضر مرحب عبد العزيز مرحب توفيق عمر حييتم أيها السادة بي الصفوف يا جماعة ها بي الصفوف ويس البلد بيصل الحال المزري هذا غير صف للوقود هذا غير صف الخبز يا سادة لاحظوا نحن الآن في وضع يعني أقل ما يقال عنه لاحظوا شير يا شباب شير لللايف شير لللايف اه خلوا الرسالة توصل ده صف جاز كمان ده صف جاز ويس البلد في الحالة دي ونحن عندنا اه رسالة واحدة دارينا رسيلة للقحاتة ويس رسالة اه من الشارع وده وضع البلد ودي الطريقة وإلا زول يكون مكابر حتى بعدها ينكر الحقائق ويسيف الحاصل كويس القحاتة الدوركم انتهى وجودكم خفة وضعفة وأكثر من وهن وجودكم انتهى ولا أحد يرغب ببقائكم ببقائكم بالخطف القحاتة الآن انتوا في مرحلة دي العيش كمان كويس دي العيش كويس وينتان الصف قدامك قدامك الصف قدامك ده الجاز بس يا جماعة الصفوف الأكبر سي صفوف البنزين الحالة التي شبناها بتاعة الركشة هسا تبقى على بتاع الجاز ده صف الجاز لكم ان تتخيلوا ايها السادة لكم ان تتخيلوا ايها السادة ده صف الجاز دي الشاحنات ها؟ اللي بتشتغل في الميال الزياري الميال الزراعي وكده الطلوبة خاوية على عروشها زي ما شبتمها في حاجة كويس الكلام ده معناها حتى انتاجك من الخضروات وترحيل البضايع وغيره معناها حيتعطل ودي هنا الحافلات المواصلات ما بمواصلات عشان جدي بتلقى الناس كلها جرفانة وزاي جانا وانا داير الجحاتة ها؟ يجوا معنا الان محل الصفوف دي ويقولوا اه شكرا فشلوك خلاص دايرهم يجوا الان ويقولوا شكرا ما يقدروا والله ما يقدروا ليه؟ لانه الان بيقوا يخاف من المواطن بعد الاحداث الاخيرة المواطن البيقى بيكوس لقمة العش بيكوسة كواسة خلاص المواطن البيقى ما لاجي بنزيل العربية ازا كان رفع الدعم هو قرار وهو لا بد منه طيب القروس الانت بتستفيد منها قلت في رفع الدعم دي وتنفس برنامج المجتمع الدولي او البنك الدولي طيب تمام ان احنا الشعب السوداني دا عنده مليارات الدولارات شايلين هالكيزان تقول حقته ووعدتونا باربعة وستين مليار دولار اول ما وصلتوا للسلطة عن طريق محمد عزمة كويس هو القاني الكلام دا ووعدتونا بمية مليار دولار حسب تصريح ستكتاور للصحف قبل عام كويس يعني مية اربعة وستين مليار دولار قلتوا اترجع من الشعب وسريع كمان المية اربعة وستين مليار دولار حتحل لنا مشكلة الكمح يعني حل سر ما دي ممكن نقدر نقول عليه بتحل لنا مشكلة الادوية والبنى التحتية واعادة الاعمار وعملية السلام لو سبعة ولا تلاتين مليار دولار كان حتيتحلى بسهولة كويس الليلة في جنود بيتواصلوا معنا وضباط خلاص اليمن يا جماعة اليمن ويس عليك الله خش عليها اه كده للنهاية ومية ويس اليمن يا جماعة ويس اليمن في ضباط وعساكر اه رافضين الحتة دي وبدوا يتململوا لانه مليم شهور ما صرفوا والكلام دا يا جماعة الكلام دا خطير على امنك القومي بتاع البلد خلاص يعني دي ما بقولوا عليها شغلة بتاعة عساكر اه مالة ومالة الشاي للبندوية دا بقرة كان خطاها وقاعدة في بيتهم الكلام دا بضرك كويس اي نجير كاملة اه اي ما ندم ما من هنا كويس العساكر الان الان اه جزء منهم كبير ما صرف والكلام دا بيعملك مشكلة خلاص وبهدد حتى محيطك الاغليمي اذا حصلت اي حاجة لا اغدر الله والنازل اذا قالوا تمردنا انت مشكلتك مشكلة للان ما في معالجة فانا هنا اتفق مع الراية اللي بقول دا تفكيك للجيش الوطني بتاع البلد ايا كان اختلافنا ولا اتفاقنا مع الممارسات بتاعته مع انه الرؤية واضحة يعني كويس لكن برضو بنعتقد انه فيه شرفاء بنعتقد انه فيه احرار ممكن يجيبه مع المواطن زي ما ظهر الجيش جامد حامد برضو فيه اه غيرهم اه بنفس الطريق اذا كان الصوت الان عندكم واضح الناس سعمل معانا مشاركات باكبر كمية اذا كان الصوت الان عندكم واضح الناس سعمل معانا مشاركات باكبر كمية التململ عام والرفض كبير وانا الحاجة المستغرب لها لغاية الان اه لغاية الان يا ناس القحات دياللي استغرين يخربواش هم ساعات معدودة زي ما اشرنا في المنشور قبل شوية هم ساعات معدودة في الحكم هم ساعات محدودة اصبحت ووثيغتهم الدستورية اصبحت تالفة تالفة شوفوا شوفوا ليكم بدل فاقت خلاص واتفاقية السلام هي اللي حتكون المرجع الرئيس كويس وكلامه مواضح اذا تعارضت الوثيغتان ها فبمشوا بمشوا الوثيغة الدستورية بمشوا وثيغة السلام او اتفاق السلام كويس طيب اذا الوثيغة انتهت والموضوع انتهى ولجنة فضل الاحتصام موضوع انتهى وسبحان الله من قبل عام من يوم الليلة كنت بقول لكم من جابوا بيها نبيل اديب دارين اكتلوا الموضوع ده نبيل اديب ما هيشتغل حاجة في الموضوع ده خلاص ولا ولا وانما هيجيبوا لتمرير الوقت والمراوغات والجرجرة بلا طائر سبحان الله كويس الان ياهو فالحكاية هي اكبر من نبيل ما نبيل براوه الحكاية اكبر من اه نبيل اه اديب ان احنا ماشيين يمكن وجنبنا الصفوف خلاص في صف داخل من العلة جوة في صف داخل من العلة جوة لغاية الطرمبة اه بتاعة اه حياة جامعة كويس اه فيكم دربان بعد ده نبدأ من جديد طيب اخوانا اللي بتشوفوه ده ما تقولوا هو اه وهم من الخيال كويس ولا تقولوا هو ما من طيف قدام يا شباب قدام ولا تقولوا ده ما من طيف الحقيقة يلا ده ده عينو ده البنزين يلا احسيبو معي يا جماعة احسيبو معي احسيبو معي اه اه انا كنت داهرة تاجي اوضح طيب يا جماعة يلا احسيبو معي احسيبو معي انت يا حرية والتغيير بالوضع الفيوى المواطن ده الان وبالوضع الفيوى الشعب السوداني ده الان ما عندكم حل غير تغنوا صرف النظر عني الشعب السوداني صرف النظر عنكم البتة لاحظ ده صف واحد بتاع بنزين لاحظ ده صف واحد اه بتاع بنزين بس لاحظوا معي كتروا الشعر يا جماعة كتروا الشعر كتروا الشعر ده ده صف البنزين الناس السامعين لنا ياريد يعملوا معانا شعر ده الصف بتاع الوغود ده صف الوغود يا ساني ده صف الوغود ده صف الوغود ده صف الوغود يا معا شعر يا شباب شعر الطوفان غاد والثورة آتية والجموع ستهتف وتهدر تسقط غحض وتسقط غحض عساكر على مدنيين عساكر على مدنيين عساكر على مدنيين حمد على البران على اي واحد فيه الناس اللي بتسأل المشاركة اسفل الفيديو على يدك تحت اليسار او اليمين مكتوب مشاركة بالعربي اضغط على خيار مشاركة وشارك في صفحاتك كويس او في جروباتك بسرعة اه شير يا جماعة شير 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 كويس شير اه لللايب كويس شير تايل جاين على باقي الصفوف جاين يا جماعة جاين هاينو ده صف واحد ها واثنين اثنين في جماعة شوفوا معي كده اخوانا ده صف واحد ده صف واحد شكرا شكرا حمدوك لا حوله لا اخوة الا بالله لمتين المواطن ده ها لمتين عاني ها ولمتين الظلم وما في زون ينظر لمطالبه ها بصدق كل حزب مما لديهم فرحون وكذا الحال في العسكر فهم يطلبون السلطة وتنفيذ الاجندة الدولية والعالمية اللي بتعرقل حياة المواطن وبتعرقل معيشة المواطن وهم دايرين اطمنوا لنفسهم مفرطة النرجيسية مفرطة الانانية شير يا شباب شير شير يا جماعة شير اي امشي اي شير يا شباب شير شير لأدوب وصلنا الطرنبة قيلو الحمدل الله السلامة قيلو الحمدل الله السلامة ما شاء الله مع شاء الله ، اللهم مزيد وبارك الاغ تعال convسحين بقولوا اللهم مزيد وبارك كانهم بقولوا كذا شاركونا بالتمة وبالملصغات يا سادة. ولسه صفت جرار بالمناسبة. ماشي. ماشي صفت. كويس. شباب سعدونا بالتمة تمة تمة في كم تعليق. كويس. الرسالة الان السادة القحادة. اطلعوا في وسائل الاعلام. وفي المنابر الاعلامية عموما. واعلنوا اعتزاركم للشعب السوداني. واعترفوا بفشلكم اعتراف حقيقي. كويس. اعتراف حقيقي. تعالوا اعترفوا للشعب السوداني. قول له والله ان احنا اخطأنا. وان احنا سوينا. ها? وان احنا فعلنا. وفشلنا في ادارة الازمات. تعالوا قولوا للشعب السوداني الان الكلام ده. صراحة. واعتزروا اعتزار واضح جدا. كويس. دقيقة. ايدي نجيف فينا شوية. كويس. اعتزروا اا اعتزار اا واضح عن الحاصل. بس بس. كويس. اعجزوا نزار. خلاص. اعتزروا اعتزار واضح. قولوا والله ان احنا فشلنا. وقولوا اخطأنا. وقولوا ان احنا ما كنا قاصدين الحاجة دي. ولا كنا قاصدين الكلام ده. واجهزين للمحاكمات. يعني الاعتزار معاه الاستعداد للتقديم الى المحاكم. اه انت كحكومة فشلت. الكلام ده. هل يقولون سلام. عساكر على مدنيين. الكلام ده ما لمدني براو ولا لعسكري براو. الكلام ده ليكم كلكم. عساكر على مدنيين. تسقطوا بس. انتوا سرقتلين احلام ثورتنا. سرقتلين احلام الثورة. كويس. ولما طلعنا الشارع. ما طلعنا عشان الاوضاع توصل المستوى ده. ولا عشان الاوضاع تصل. الحتة ان احنا فيها الان دي. فبيقى المواطن. لما نتكلم عن حقوقه المسلوبة. ولما نطالب باشياء اللي مهضومة ومن الظلم اللي بيحصل يعترض عليه. بيكون الرد المباشر اللي بيجي. ها? انه انت كوز او انتو دارين تسقطوا عشان تجيبوا الكيزان. ما في زول بيجيب كوز. الكوز جبتو انتو القحات ديلي. الكوز جبتو انتو. جبتو عبدالفتاح البرهان. رئيس مجلس السيادة. هو زول كوز. مسكتو جبتو. كويز. جبتو ياسر العطا. زول مجاهد. كوز مليون سنة في جنوب السودان. خلاص ايام الحرب مع الجنوب. مسكتو جبتو في المجلس السيادة. خلاص. ما تتكلموا عن كوزنا. ما تتكلموا. انتو اللي بيجيبوا الكيزان للشعب. كويز. اسي السلوك اللي بيعملوا حمدوك مع الشعب داسي ده سلوك. كوز ولا ثوري. ولا بني ادم. خلينا نصنف بني ادم بعدك نصنف ثوري ولا ما ثوري. لانه الثورية دي مرحلة بتجي بعد ما انه انا اصنفك يعني. فالكلام الكلام كتير يعني. يعني الظلم الظلم صعب جدا. ما في زول بيقدر يتحمل واقع مرير زي ده. ولا بيقدر يتحول. لا 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 ما اسكرية والله. تكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة. حكومة كفاءات وطنية مستقلة. حكومة منجزات ومهام. حكومة منجزات ومهام. ما حكومة اه تتسارع فيها اه الاهواء الحزبية. او المحاصصات الحزبية. ولا حكومة تكون حقة حركات. لو جبهة سورية او غير. ولا حكومة تكون حقة عساكر. اوكي? النقطة دي اه مهمة جدا انه اه الناس تتكلم فيها. صراحة. خيص دي نقطة مهمة خالص. اه اه انه الناس يتكلم فيها. اه بشكل واضح. بشكل واضح. الناس يتكلم عنها. فايبقى. يبقى. اذا كان المواطن بعان المعاندة وانتم بتعتزروا. ولا بتعترفوا باخطاءكم. خلاص. انتم ما يديرين. انتم ما يديرين بغيادة الحكم في السودان. ما في جدارة. ما في جدارة. بل ان احنا عملنا سور. من اجل التطهر. من اجل النماء. من اجل البلد تنجي لقدام. او رسطمونا. او رسطوا الشعب ده الدمر. والخراب. كويس? يا خي المواطن. يا خي يا جماعة والله انا بستغرب في جول. اه بدوس على اوجع المواطنة الان. كويس? وشغال عشان قحت دي مستعد. اه يخسر الشعب كله. وهما جاي بخبر ولا عارفة المطرة كابة وين. اتكلمنا عن انه كتير من الناس اللي بتقول شكرا حمدوك. انهم اه ناس يعني اه كتير منهم اللي عنده تصديق. ادارة يفتح مطعم. ادارة يفتح اه بسموش المصنع. ادارة يصدقه لشركة. ادارة بقوه مدير مستشفى. ادارة بقوة كيل وزارة. هدارة بيشوفوا انه حمدوك. اتكاي الاسلاميين ديل كلهم كانوا بريدو عمر البشير. ما كلهم كانوا بريدو القحاتة. ما كلهم برضو بريدو حمدوك بالمناسبة. في امتا? الكذا ما كلهم كانوا بريدو عمر البشير بل بيشوفوه الوصلة اللي هتوصلهم للسلطة. هشوفوه الوصلة اللي بتخليهم قاعدين في السلطة. كانوا بيستطروا من ورائه. وهو زول مجرم يكاد يكون اجرما في الارض عمر البشير ده. الطاغية السفاحة المبير. خلاص قاتل الاطفال وساحق النساء عز بالله منه. ما بيشبه الناس. يلا ده عمر البشير. كلام ده كنا بنقوله وقتله قاعد في السلطة. وكان الامن بيضربنا وبسجلنا في مقفشندي وبقوبة. يعني ده ما كلام جديد. ولا قلنا الكلام ده في البشير بعد اتقبض ولا بعد السورة. الكلام ده وقد كنا بنقوله كانوا في ناس بيقولوا لنا انتو كيزان. وفي كوزبي ده يطلق يقول في عمر البشير كده وقته قاعد. والله يكن كحاله بالشطة. الا كان ما قاعد. لانه عارف انه لو قال الكلام ده الامنحة. يعتقلوا هيعزبوا غير. نحنا اللي كنا بنقول الكلام ده. الان بنفس الطريقة دي. نحنا بنقول الان انه العمر البشير كان الكيزان بعضا منهم بيستخدم عشان يصالبه للسلطة. او عشان يحافظ على مصالح. الان في ناس مستدرين بحمدوك برضو. وده لا يعني عدم اجراء محمدوك وعمالته. لكن في ناس الان مستدرين به ايضا عشان اصلوا للمطانع بتاعتهم. وعشان اصلوا للمرامي الشخصية او الذاتية الضيقة. لذلك المواطن معاني من شصف العيش. وعدم توفر الوقود. ومعاني من اي شيء. وبعد يقولوا له التكوذ. خلاص? بعدك اوزنوا الشعب السوداني. بعدك اوزنوه. ويز? بعدها تشوف التعليقات تشوف رأي الشعب حيهاجم صفحات النشطة الحرية والتغيير. ها? هل كانوا مبارح بيضللوا في الناس? هل كانوا بكوذنوا فينا مبارح? هل كانوا بيغش الشعب وبخدروا فيه? وبنافقوا ما بيصدقوا? هتشوفوا بعينكم انه بعد ده الشعب ده? ها يهاجمهم او يمسحهم قدر شنو? لانه ديال كانوا ناس يعني عبارة عن عارض في تاريخ السياسة السودانية. وكانوا عبارة عن بيادق بتستخدمها الانظمة والاحزاب كويس? اه لمصالح هم الزاتية. يعني المواطن ده اه كان يصفى التراب. وهسا هما سفاوا التقايل. المواطن يصفى التراب بعد يجيك زون غبي يقول لك شكرا حمدوك. انت بتفتكر لما انتقول كده بتبقى سوري ما بتبقى سوري. انت بتفتكر لما انتقول كده بتبقى بطل ما بتبقى بطل. لكن الكلمة بتدل على مقدار عالي من الانانية. ومقدار عالي من الغباء اللي هو حمدوك ما سوا فيه شيء. ولانه الكلمة دي زادة جات من الناس اغنياء جدا زي ناس مو ابراهيم زي ناس وسامدوك دي حافظوا على مصالحه. دي اللي بيقولوا عشان يحافظوا بها. انت بتقول لما لك يا اخوي انا ويتا لدنين را كبير ركشة يا زور. قل بسم الله. انا ويتا لدنين را كبير ركشة. فشنو عموما ان احنا ما عندنا دخل? وا حمدوك خلاص ما عندو حاجة داني. حمدوك اسمعوا الكلام ده كويس. احسن. احسن. بدل تريقوا ماء وجهكم القليل اللي تبقى. ها? بدل تريقوا ماء وجهكم القليل اللي تبقى. ها? اطلعوا واعلنوا اعتزاركم للشعب السوداني اعتزار واضح. خلاص? وقولوا نحنا جاهزين عشان نتقدم للمحاكمات. امره يقولوا الكلام ده علىنا. طيب انا بتكلم معاكم. قويس دقيقة. انا بتكلم معاكم. خلاص? الافران. اللي. اوه. يعني ممكن انا بتكلم. اه ورائي. تلاتة مخابز ممكن. اه. مخبز. 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 المخبز. المخبز اتكلمت عنه واشرطة ليه هدي الان. الان كلها قافلة. ما في رغيفة. في كم مخبز قافي. عندك كم مخبز في حلتكم قافي. الان حتاد الان عشر طلاقي دي تلاتة مخابز. مخبز ده. كويس. مخبز منور. مخبز الصفوة. وآه المخبز الورع. كويس. ديل الان قافلي. ما في ما في ما في خبز. طيب. تعتقد انه المواطن عشان اه يسمع كلامكم الرخيص كجحات اللي بتقولوه ده. ها? تتخيلوا انه حيتحمل الوضع ده. تتخيلوا انه في زول بيقدر يعيش على الوضع الصعب. القاسي. والقاسي جدا. الان الفي والسودان. والموضوع ده يا جماعة ما موضوع بتاع آآ يعني ما موضوع بتاع يعني محبة من الشعب لغحت. او 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 او. والموضوع ده ما موضوع بتاع انه الشعب عنده اطماع حزبية ولا غير. دي حاجة هبشت المواطن في عيشته. دي حاجة خيص الله يا خير لك غني. من دويله صغير اه بغني. يا دويله صغير بغني. كنت له غني. غني. ودينا غني خرطوم. غني. وهي جماعة وينه هازولتنا نديك. جاتك كفاءات يا وطن. السمت تقول عندها حمه. ها من الخجل? وين بتاعت? جاتك كفاءات يا وطن. وين? الكلام ده هسه ما ماضي في خطة اصلاحية للبلد عشان نقول نتحمل ونربط على بطولنا بالاقمصة ها? وبالحجارة كويس وبالحلل وبالبراميل والجرادة. جرادة يا سلام مخبرك. والله يا جرادة لوصلت مرحلة. ليه حاجد عامل معك بالطريقة دي. ليه حاجد. لانك رخيص يا مدني عباس. سنة قبل اليوم في لايفات كثيرة. قلت انه ارخص اتنين على مستوى الارض. ارخص اتنين باتفاق العلماء. هم مدني عباس ومنع سليمان. يتفاوتون قليلا في الرخصة. ولكن يبقى الاصل واحدا. يبقى الاصل واحدا. فليه حاجد عامل معكم بالطريقة دي. وليه حاجد عاملوا معاكم بالطريقة دي اه المهينة. لانكم تستاهلوا كل سوء. خلاص? لانكم تستاهلوا. ارجع بعد دائما. ويستستاهلوا. نحن ان شاء الله نلتقي ممكن اه في لايف تاني ممكن اه نلتقي في اوقات اه اخرى لكن دي رسالتنا. يا جحاتا. خلوا عندكم شوية دم. خلوا عندكم شوية دم. اطلعوا في الاعلام. اعلنوا اعتزاركم الكامل للشعب مع اعتراف واضح. اه بفشلكم. واعلنوا بقولوا ان احنا مارقين منا. دايرين حكومة كفاءات وطنية مستقلة. في انتها احمد الضيدا? خلي في لايفاته دي وخليه مشي يعلق في الكورة ويعيش حياته. وفلانه. كلنا عندنا اعمالنا وماشي اللي. في انتها? انتو كاحزاب امرقوا منا. امرقوا منا البتة. ما بحاجة يسي محاضنة سياسية في فترة انتخالية. خلاص? دي نقطة مهم ما اشان ما يسوق الناس بالخلاة. الحاضنة السياسية بتجي بعد الانتخابات. يلا تتحلى الحاضنة الحزبية دي الان. كويس? وتتحلى الحرية والتغيير وعتقد كلام الناوي واضح وكل الاحداث مشيرة لكده. والله القيم ده. القيم ده ده القحاتة بشكل لا حوله لا اقوى. كويس? اطلعوا بشجاعة بصدور مرفوعة الى الامام. كقادة. ها? كقادة. ليهم لمسات حقيقية. وليهم شجاعة في قلبهم. ها? وكالرجال وكماجدات النساء. اطلعوا. قولوا نحنا فشلنا يا شعب السودان. واعمل فينا العايزو. ومن هنا نقدم استقالاتنا. من هنا نقدم استقالاتنا. وجازين للمحاكمات. لاننا قصرنا في حق الشعب. ولاننا غششنا وخدعنا وخنا وغدرنا. خلاص? بمواثيق الشعب وبعهوده. اطلعوا على نقولوا الكلام ده بسرعة. اطلعوا قولوه. احفظوا شوية وجهكم. بيكتب لكم بعدين انه نوعا ما ضميرهم صحة في النهاية. لكن منو منكم البيعمل كده. ده النظيف فيكم اللي بيسوي كده. والنظيف جليل. لده نجي اجلى من الجليل. ده ده النظيف يعني معاكم. خلاص? اطلعوا قولوا الكلام ده. قولوا عديل. واعلنوا حل حكومتكم دي احسن مما يحلوه ليكم. اعلنوا حل حكومتكم دي ثريع. والشارع مارك. ولما نقول ابريل اكتوبر جاي. ابريل اكتوبر جاي حقيقة. وجب السلام فضل اجي بتحقيق العدالة الحقيقية اللي هي حوار شامل يسع الجميع. ونقول بوضوح تم. اي كوز. ما اجرم. ما قتل. ما لهب. ما سرق. ما بنقبل حدة الاقصاء لاي فرد من الافراد. قويس? ارجعوا رجعوا كل الشعب ده خلنوا يقول. كل الناس دي عبر برنامج واضح بتاع المصالحة وطنية. اتنجي البلد دي من الويلات. يا جماعة اسمعوا الكلام ده. تنجي البلد من الويلات. وإلا فالدمار الدمار. سدق يوسف. قلت لي المؤتمر الوطني ماله? ها? الان الام. داخل الحزبة الشيوع في تيارين. كويس تلاتة تيارات الشفية خضر. والخطيب. وسدق يوسف. التيار بتاع الخطيب هو التيار المتطرف الدموي. هو التيار المتطرف الدموي. سدق يوسف عنده من الدموية. وعنده 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 وعنده. وما بيقدرين فيه اه? انه خمسة من المقربين اللي هو. ها? انه اداهم لجهاز الامن. صلحكوش. طلعهم ليو ضباط. او دربهم ليو. والكلام نخلان يا باب في الصحف. هو قالوا يرفض. هو ما رفض. هو ما رفض ده ما كلام حلنا. كويس? وفي في ما يثبت الكلام ده. خلاص? ده واحد. اتنين. لو ما حصل حوار حقيقي. كويس? ما هو كوز ما كتل. وما سرق. وما نهب. ايه تدائر ما شو? ايه تدائر ما استرق قروشك داك ياهو. والكتل الشعب. والاشارك في جرائم الابادة. دا امشي اتبوضو من هناك? حاطمو. لكن الليلة ما قادريني حاكم واحد فيما. لان يا جماعة بنبطانا قلتها الكيزان والقاحاتة صنوان. صنوان. اسمعوا الكلام ده القاحاتة والكيزان صنوان. خلاص? لو مرق الليلة كوز في المحاكمة. واعترف على اخوانه في الحرية والتغيير. على انه كان بينهم عاملات وبينهم شيكات وبينهم جرائم. اه? الكلام دا بالمناسبة بك لبالدنيا رأسا على عقب. القاحاتة خايفين من الكلام دا? خايفين منه الخوف الواحد. لذلك اه تراهم الان. اه لذلك تراهم الان. السلام عليكم. كيف? ترام? تراهم الان يتموجون كاغصان الشجر. كويس? شباب الكلام كتير. وانا ما دير اطول خلونا ان شاء الله في لايف الميسا. اه او في اي لايف في وقت ناخر ان شاء الله بانشاء الله. ونتواصل معاكم عبر ان شاء الله. حبينا نوصل الرسالة معينة للشارع. السلام الله عليكم.